صباح الخير مشاهدين عبر حافيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث النهار الثانية 29 أغسطس 2016 في لبنان كما التاريخ يعيد نفسه أيضا النفايات تعيد نفسها للأسف عادت النفايات لتتكدس وتحديدا في منطقة المتن الشمالي وكسروان ويعتبر البعض ذلك بأنه قصاص لكل من رفع الصوت رافضا أن يختنق بروائح نفايات مكاب برج حمود وأيضا بإغراق البحر الذي لا يكتفي على المنطقة الموجودة في هذا المكاب وإنما كل البحر بالنفايات كان القرار بأن تتفع منطقة المتن الشمالي وكسروان تحديدا ثمن قول كلمة لأن اتحادات البلديات في هذه المنطقة قرر أيضا أن يرفع الصوت رافضا لشركات تراكم النفايات في الشوارع ولكرارات الحكومة التي وصفت ويبدو اليوم أن الوصف عاد ليترسخ بهذه الحكومة حكومة النفايات أيضا في المواضيع اليوم سيكون محور المواضيع التغيير الكبير الذي بدأ يتجلى في الموقف التركي وتحديدا بعد اطلالت بالأمس الرئيس التركي رجل طيب أردوغامن على حدود التركية السورية في منطقة غازي عنتاب وعدم ذكره كليا لمقولة إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد أو يتلفظ بكلمة الجيس السوري محددا بأن المعركة هي مع الأكراد ومن العنوين الداخلية هل يكون عون رئيسا للجمهورية أم أن ما زالت هذه الشماعة التي تعلق عليها إزمة التمديد هذه العنوين وغايدة ستكون محور بحثنا بعد قليل أهلا بكم من جديد وأرحب بضيف الصحافة غسان جواد رئيس تحرير موقع بيروت برايس أهلا وسهلا فيك صحيح فرسا يعني مثل ما قالنا ججعت النفايات تملأ الصور وتملأ أيضا صفحات الجرائد الكل اليوم حاطت عنوين رئيسي بأن النفايات تتجدد هذه الحكومة التي هي أعجز من أن تحل أزمة نفايات علما بأن البلديات بدأت فرادة وجمعا أنه هن يقرروا يحلوا هالأزمة وما يقبلوا أنه ينحطوا تحت ضغط أو الزبالة تحت شبيبيكون أو بتكون ترضوا بالحلول القاتلة على مدى الزمن أيضا من ضمن العنوين السياسية الرئيسية كيف تقرأ اليوم وما هي المعلومات عن لقاء حزب الله الكوات اللبنانية هل يوم معهد فعلا لانتخاب العماد بن شلعون رئيسا أو أنه هو بداية لقاءات وربما ينتهي بتراجع الحليف وأيضا الحليف المستجد عن فكرة العماد بن شلعون رئيسا وهل ترى إمكانية سقوط هذه الحكومة أو سقاط هذه الحكومة وهل يستجيب رئيس سلام للدعوة التي أطلقها بالأمس الوزير بطرس حرب عبر برنامج أسبوع في ساعة بضرورة أنه إذا بنا نكون شهود زور فلنستقل أفضل والعنوان التركي السوري والمتغيرات هو الأبرز هو الأبرز فعلا بالسيحة هو أن أعكسيته على كل السيحات رح يكون لكن اسمح لي بداية أن ننتقل إلى زميل شادي خليفي ومجزئهم الأخبار صباح الخير تحضر أزمة النفايات في المتن وكسروان في هذه الأسناء على طويلة لجنة المال في مجلس النواب بحضور الوزير أكرم شهيب والنواب المعنيين ومجلس الإنماء والأعمار ورؤساء البلديات وفي الصياق قال شهيب لصحيفة السفير إذا كان هناك قرار متخذ في السياسة من قبل حزب الكتائب بتعطيل خطة الحكومة فالأفضل أن لا نضيع وقتنا في نقاش عبثي أما إذا كانت لديهم ملاحظات موضوعية على المستويين البيئي والصحي لتحسين ألية الخطة فنحن لدينا كل الاستعداد للبحث فيها والأخذ بما نعتقد أنه قابل للتطبيق وأضاف شهيب أن اجتماع اليوم مفصلي ونأمل أن نتوصل إلى حل ولا بأس في أن يراقب حزب الكتائب الأعمال في مطمر برش حمود للتثبت من مراعاتها للشروط المطلوبة لكن المراقب شيء والتعطيل شيء آخر وإذا أصروا على السلبية لضرب الخطة الموضوعة وليس لتحسينها من دون أن يقدموا في المقابل اقتراح بديل واقعي يمكن تنفيذه فأن مشكلة أهالي المتن وبعض مناطق السروان وبعضة تصبح حينها مع الكتائب لا مع الحكومة وأنا أدعو البلديات إلى تشكيل قوة ضغط في اتجاه اعتماد المعالجة السليمة إلى ذلك أفدت معلومات النهار أن خطة لرفع النفايات من الشوارع ستبدأ اليوم أو غدا في أبعد تقدير وتقضي بتجميعها في شوارع وأراض بعيدة نسبيا من أماكن السكن ريثما يتوافر الحل المتوقع أيضا في غضون أيام ونقلها إلى مكب برش حمود مع تعهد واضح من الحكومة لتنفيذ خطة بيئية متكاملة للفرز والمعالجة والطمر أفد مرسلنا في البقاع عن سماع دوي انفجار في بلدة اللبوي تلاه إطلاق نار من أسلحة حربية منتصف الليلة الماضية وتبين أنه ناجم عن إلقاء كنبلة قرب منزل إحسين عمار ما أدى إلى تضرر فان للركاب قرب المنزل من دون وقوع إصابات ذكرت صحيفة الجمهورية أن الرئيس سعد الحريري سمع من الرئيس التركي رجب طيب إردوغام مباشرة وبعبارات واضحة خلال لقائهما الأخير أن المنطقة متجهة إلى واقع جديد وهو قال للحريري أتوقع تحولات كبرى لصالح السلام في المنطقة قبل نهاية هذا العام لكنني أحتاج لبعض الاتصالات الإضافية لتبيان كل الأبعاد لهذه التحولات المقبلة وفي لقاء جماهري مساء الأحد بمدينة غازي عنتاب على الحدود السورية التركية اعتبر إردوغام أن لا فرق بين حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية ومنظمة فتحالا جولن لأنهم كلهم إرهابيون كما قال وأضاف أن الشعب التركي لن يردخل الإرهابيين وستدخل السلطات جخورهم وترغيمهم على الخروج ونحن مصممون على تنظيف تركيا وحدودها منهم وأشار إردوغام إلى أن مدينة جرابلوس السورية على الحدود باتت خالية ممن وصفهم بالإرهابيين وقال أن ذلك تم بفضل دعم الجيش التركي القوي والكامل للجيش السوري الحر مؤكدا استمرار ذلك الدعم حتى القضاء على أي تهديد للأمن التركي وفي التطورات المرتبطة بعملية درع الفرات لتأمين الحدود التركية مع سوريا تتجه فصائل الجيش الحر التابعة للمعارضة السورية إلى مدينة منبج للسيطرة عليها وسط قصف مدفعي وجوي تركي وذلك بعدما انتزعت 18 قرية جنوب وغرب جرابلوس بريف حلب من تنظيم الدولة الإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية إثر اشتباكات متزامنة بين الطرفين أغلقت السلطات الأمريكية جزءا من مطار لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا بعد تقارير أعلامية عن إطلاق نار تبين سريعا عدم صحتها وأكدت الشرطة بعد دقائق من عملية الإغلاق عدم حدوث أي هجوم وفي تغريدة على تويتر أكد رئيس إدارة الإعلام بشرطة لوس أنجلس أنه لا صحة لأنباء تحدثت عن إطلاق نار في المطار مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأصوات مرتفعة فحسب من دون إضاحة نوعية تلك الأصوات أو مصدرها ختم الموجز عودة إلى الزميلة نانسي السبع شكرا شادي مشاهدين أبرحب فيكن مجددا وأجد الترحيب بضيفي رئيس تحرير موقع بيروت فلس أصحافي غسان جواد أهلا وسهلا فيك مرة شهد صباح أستاذ غسان بداية من النفعيات التي رجعت تتراكم بالشوارع إلى أي مدى ممكن استعاب أنه في حكومة من سنة لها نتيجة ضغط شارع ونتيجة المخاطر البيئية وواواوا لم تحرك ساكن بموضوع كيفية معالجة أزمة النفعيات وحتى لما فتحت المطامر على أساس تكون مطامر وانكفأ اللبنانيون عن الاعتراض كان الأرار بأنه رجعوا حوله مكبات عشوائية دون فرز دون أي إجراء بيه يعني جمهورية سلفادور دالي هذه الجملة الشهيرة للفنان وجيه نحلي وهو بيختصر فيها عمق الغرائبية واللاعقلانية بكل شيء في لبنان وحتى بالملفات الحيوية اللي بتمس حياة وصحة الناس ومستقبل ولادهم هذا مشروع زمان عمل مطامر جدية هذا مشروع أمراض ومشاكل بمعزل عن أحيانا المواقف الشعبوية أو الشعبية حيال ملف النفايات لازم من الأساس نحن أمام مسألة متراكمة متصلي أولا بموضوع الفرز من المصدر يعني إذا بيصير فيه شغل على الفرز ابتداء منخفف كتير من حجم النفايات بالشارع تاني شيء في الفرز اللي بتقوم فيه الدولة بحسب العقب مع سوكليين بمعمل العمروسية هذا ما عم بتم أيضا ليش ما عم بتم؟ لأنه المعمل محروق ومعطم وحسب ما سمعت من سوكليين يعني مرة طلع مايسر سكر على التليفزيون أبو مالك عم بيقول أنه صاروا بيعطين أكتر من 200 كتاب للدولة لا ترجع تشغل المعمل هذا بيخفف الفرز إجينا على خطة وزير شايب بعد أزمة النفايات ولوما الحراك يعني الشبابي والشعبي اللي بالشارع يمكن كنا بعدما بأزمة النفايات لليوم ما كانوا تحركوا حتى يعملوا يعني تمرين ذهني لنفكر كيف بنحل أزمتنا بالنفايات وإضافة إلى ذلك في تعاطي مناطقية مع الموضوع أنه الضحي وبيروت مكان والمتن ومطامر بترابلوس السرار بالشمال فإذن هي أزمة مركبة واليوم عودتها بس اليوم الحل يبدو بأنه رح يكون بإيد البلدية يعني إذا تجهد فعلا كما يتم الحديث عنه بلدية المتن وكسروان إلى فرز من المصدر عم بيقولوا بك دوكلف شركة خاصة أن تقوم بهذه المهام تذهب إلى البيوت وإلى المنازل توزع الأكياس ويصير يبلش الفرز من المصدر في خطوة للتحرر مما اعتبروه سطوة سوكلين بحسب ما يقولون فإنه هيدا لازم يكون تدرجيا خطة عند كل بلديات وقت أزمة مفايات في بنت رابطنا بالنمسا بعطت لي صورة فكرت صورة شيفيلا لشيلارد نمساوي من القرن السابع عشر قلت له شو هيدا قالت لي هذه معمل فرز النفايات بقلب فيينا بنص فيينا وما بيطلع منه 0.1% تسرب يعني ضد الصحة أنه تسرب ممكن يأزي وبيعطي كهربا لفينا كلها بلاش وبيعطي مي صخني لأنه هن عندهم المي الصخني غير كمان فموضوع النفايات فينا نستفيد منه فينا إذا عملنا حدول علمية بس تعتبر اليوم هيدا الدفع هو لشولة معاقبة تحديدا حزب الكتائب مثلا يعني إذا حزب قال أنه إحنا ما بدنا تحويل الخطة إلى أزمة وإلى ضرر على كل الساحل المطن وقصة مكاب برش حمود بيكون العقاب جماعي لكل العالم ما بدكن مكاب برش حمود تحملوا مكاب بيت تحت بيوتكم إذا كان هكذا كمان يعني الدولة يعني الدولة يعني الغريب لا السلطة لازم حمل مسؤوليتها بكل ما للكلمة بمعنى وحتى حزب الكتائب يعني شو بدي يعمل حزب الكتائب بأنه ما بدنا بالسلطة يعني نصف بالسلطة يعني أنه آخر شيء السلطة مين السلطة هي القوى السياسية الموجودة بالبلد لإما نواب وإما وزراء بس مش مشارك إذا كان حدا وزير بالسلطة يعني ليس دفاعا عن الكتائب لكن بالمنطق يعني فيه كون ناس تعترض على النهج اللي يتم ممارسته وبيكونوا هن ممثلين لمكون في المجتمع في السلطة ما بيعني هيدا أنه الكل مفروض يكون شريك بالأخطاء اللي هي صارت عم تتويلة يعني تماما هلأ مبدئيا حيث المبدأ ليس أمامنا حلول إلا المطروح بخطة الوزير شايب مين قال أنه ما في حلول يعني حسب من الخبير بيقي بس حسب أنه هو حل أسيسا الخطة طالع هي حل انتقالي هو هذا مفترض إن عمل مطامر جدية ينشغل على الفرز ليش ما صار بهالسنة اللي كان عمير مفيا بالنفيات ما صار في فرز يعني هم منوحان وإذا كان عم بتطبق خطأ هيدا الحال ما حدا طلع اعتراض غير لما طلع صوت الناس ولما الروائح ملقت المناطق كلها مطروك البلد ما شفنا سلطة طلعت عدد وقفنا الشركة وسألناه هون إنه ما عملتوا فرز نطر وللنس صرخت هلأ بلش الحكي إنه نحنا فيه أخطاء ارتكبات مطروك يعني البلد والملف فايدا مطروك يبدو كل الملفات تنترك لتطلع صرخت الناس ليش بس النفايات فيها مشكلة الناس بتشري مية هلأ بالصيف بطنع بأول صيف أول ما تشمس اه ثلاث أربع نقلات بالأسبوع يعني بعض البيوت أو نقلتان يعني خمسين ألف يعني بالشهر ميتان ألف بدون كهرباء في فتورتان المدارس اجت أنا عم سجل أولادي الشي بيخوت يعني أداء الغالي لأقصاد فمش بس يعني عنا أزمة النفايات وعننا مأزق اجتماعي اقتصادي كبير يتعمق بشكل بدأ يؤذي شرائح واسعة من الناس ما بقى عم نحكي فقط عن الأكثر فقرا وضعفا أو تهميشا صرنا عم نحكي حتى عن الطبقات الوسطى يعني هي بتكون عماد وعصب والعمود الفقري لأي مجتمع فإيه يعني إذا كانت هذه الخطة انتقالية كان مطلوب تتواكب بإجراءات تؤدي إلى إيجاد حلول دائمة وحلول دائمة يعني تباين من أولا أنه عم تتطبق بطريقة صحيحة ولا تصير على المدى البعيد نحن عم نسمع الموجز كان عم يقراش هادي كمان فهمت أنه في شيء شغل هلأ لتنحط بمكان النفايات ويرجع ينشغل على برج حمود مجددا يعني مكاب جديد رح يكون طب ليه ما عملناها من قبل يعني ليه ما نعمل شيء هلأ كوستا برافا حسب ما عرفت من أكتر من حدا يعني أنه لا بأس يعني الكوستا برافا العالم العالم فعلا اللي هي تكافأ يعني بإذا كان في فكرة الصمود وأنه عم تتكافأ بأنه عم بيقتلهم بالمكبات صحيح لا نحن بصراحة يعني يجب أن وخاصة بإذا نحكي عن بيقة المقاومة هو الشباب اللي عم يطلعوا يستشهدوا يقتلوا ويدافوا عن لبنان إن كان الشباب اللبناني يعني الجيش اللبناني أو المقاومة بيليق فيهم وبأهلهم وبإخواتهم أنه نعمل بلد محترم ونعمل بلد فيه قانون وفيه نظام لا يتناقض هذا مع ذاك لا يتناقض أن نكون مجتمع مقاومة وعندنا كهرباء بالآخر الإنسان لما بده يدافع عن قضية بهدف أن يحيا في السبيل يمجتمع على قد التضحيات فكل المأذن أنا كنت عم بيحكي أنه بموضوع التلوس بالبحر بكوستابرافا هيدا عم بيقوله معرفة أنه مقبول البرج حمود ما تابعته يعني بس أكيد عنده الجلسات ما قال الوزير شايب أنه هي منطقة ميتة صارت البحر ميت يعني نقضي عليه صار ميتة يعني تلوش بلغ حدا فاق المعالجة تعرفي برحك أنت قبل منام عم بحضر عن حرب لبنان وتبين أنه أحد أبرز أسباب يعني انفجار الحرب الأهلية اللبنانية هي تراكم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية صح إجت ضغط الخارجي والظروف الإقليمية بس كان البلد عم يغلي وذهبوا اللبنانيين إلى الحرب كأنهم ذاهبين إلى كارنافال يعني رايحين يحتفلوا يعني لأنه كان فعلا بدأ الواقع وكان أنا زاك أنا منرجع على نفس الشي بيشبه هذا أعطت الدولة وقتها رغم أنه النظام كان بلش يضعف ورغم أنه كان فيه انقسام حاد بين اللبنانيين قامت الدولة النهارة أعطت حصرية صيد السمك لشركة بيترومين اسمها كان مساهم فيها المرحوم الرئيس كميل شامعون نزلوا وقتها الصيادين اعترضوا بصيدها أولت عليهم الدولة وقتلت منهم معروف سعد بعد شهرين فجرت الحرب الأهلية ما حدا يعطي البعض الاجتماعي والاقتصادي أو ما حدا يتعطى مع البعض الاجتماعي والاقتصادي على أنه والله هاي مسألة تانوية لأنه لأنه بالأخير حيجروا يحكمون اللي هن زعم الحرب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بتأدي لانفجارات أحيانا إذا الشارع ظهر عن السيطرة لو الشارع للأسف في لبنان يبدو بأنه ما بيخرج عن السيطرة غير بقرار ومخدر نسبيا يعني باستثناء الشباب الحراك واليسار واليمين لما تحركوا قاموا عليهم شارع الأحزاب إذا بنا نسميهم أو أحزاب الشارع تم التشكيك كتير أنا زيك ونربط بالسياسي ما كان له معنى كان لازم ندعموا الشباب لا يوصلوا لشيء لا يوصلوا أسقاط حكومة النفاية لا يوصلوا هلأ ما هذه الحكومة عمليا إذا سقطت أو ما سقطت بدتظل حكمة لأنها انتخب رئيس جمهورية هذا هو القرار من الخارج لا ما هو بتصريف الأعمال بدتظل تصرف أعمال لكننا عجبنا رئيس جمهورية يرجع يكلف بركي بتصرف أعمال هلأ مش قدرة تعمل شيء يعني ما إذا بصير مضطرة تصرف أعمال فليكن بعنوين تصريف الأعمال بالانتقال إلى أبرز المستجدات السياسية من طرف كان عم يشتغل على هذا اللقاء وعلى أو بدء هذه الاجتماعات هل فعلا هو لقاء لتأكيد على ضرورة إيصال أعمال مش قلعون لرئيس الجمهورية أنا برأي هذا تطور داخلي كتير مهم بسياق بسياق العلاقات البينية بين القوى السياسية اللبنانية وبين الطواقف يعني لأنه آخر شيء بلبنان ما نكزب على بعض الكتلة الاجتماعية الوزنة والفاعلة والسياسية هي الطائفة مش الحزب بكل لبنان عملي يعني غالبية العصب هو عصب طائفة نحن منغا منعمله هيك نوع من منشات من شكل حزبة لحتى نجرب نواكب العصر يعني ولكن بالمضمون هذا بلد فيه تحاصص طائفة وعلاقات بيني بين الطواقف يسميها وضح شرارة بأحد كتبه سيتش اسمه الكتاب يسميها دبلوماسية الطواقف حيال بعضة هلأ أما لقاء حزب الله والقوات هو يعني خرق بجدار العلاقة بين الطرفين لأنه ما كان فيه أي لقاء جدي من لما طلع الدكتور سمير جعجع وقعد شايف السيد بطولة الحوار وصافح وبعض بهذه الطاولة ما عد يعني صار تواصل حقيقي صار محاولات اتصال بين الطرفين كانت كل مرة لديهم للطرفين محاذير حزب الله كان لديهم محاذير من ضمن يعني الزاكرة مع القوات اللبنانية بما يخص إسرائيل وهذه يبدو تجوازها الزمن وحتى القوات تجوازتها بمراجعة سياسية عملتها وكان عنده المحظور الثاني العلاقة مع العماد مشيل عون إنه إذا عمل العلاقة وفتح مع القوات ممكن هذا يزعج حليفه الأبرز لعماد مشيل عون بعد اتفاق مع راب صار الطريق سالك لأنه عمل العماد عون تفاهم مع القوات صار طريق سالك لفتح كوة بجدار العلاقة بين حزب الله والقوات وبالموضوع الإسرائيلي يعني حزب الله مش رح يكون ملك أكتر من الملك مثل ما بيقولوا لأنه حركة حماس والمقاوم الفلسطيني بغزة استقبلت أنطوان زهرة ضمن وفد راح زار غزة نائب أنطوان زهرة هو بالقوة اللبنانية وهذا أيضا يعني عم نحكي هون كمان دكتور سامير جاجة عمل مراجعة واعتذر عن الحرب وحتى اعتذر عن العلاقة مع إسرائيل فطالما ووسيقى معراب وهي أساسية كمان ذكرت بند وضعت العداء لإسرائيل بأحد بنود يعني التفاهم اللي عملوه بمعراب هذا بريح المقاومة وبيخليها تصدر نحو طرف لبناني وازن وموجود يعني القوات ببعض التقارير اللي بيعرفها حزب الله عندهم جمهور بين 17 لـ 24 سنة بجبل لبنان يعني ملفت كيف يعني يعني القوات هي عصبة وذكرت الناس معها أنه تنظيم حربي وصار حزب سياسي بعد الحرب والدكتور جع جع فات على الحبس وغيره ففي تقارير يعني من الشارع أنه حول أو من الأرض وهي أبحاث جدية حول مدى ذهاب الشباب نحو الأحزاب ميولهم للأحزاب تبين أنه الفئة العمرية بين 17 لـ 24 مجدودة أكتر للقوات بحطوهم بحطوهم فيديوهات الصدم وأيام ما كانت القوات عندها دبابات وبتعرف العسكريتاريا بتشد الشباب يعني فكرة فكرة ودي الصليب المشتوب وهل هل أي بس شكرة فيها الحزب يعني أنا قلت بيعرفها الحزب ما بعرف شكرة فيها بس عم قول أنه تقديري أنا أنه كمان تعاطي مع القوات أو الفتح علاقة مع القوات هو بإطار تحسين العلاقات مع كل القوى السياسية بلبنان وتحديدا مع المسيحيين بصياق رؤية استراتيجية لحزب الله بأنه في مؤامرة عم تستهدف ثلاث عنوين بالمنطقة اليوم العنوان الأول مقاومة تحديدا العنوان الثاني الجيوش الجيوش العربية اللي ممكن ذاته يوم تكون جزء من عملية تحرير فلسطين هلأ مشغولي كلها بنفسها وبالداخل وبأزمات مثل الجيش السوري والجيش العراقي والجيش المصري وإنه هلأت ثلاث جيوش إذا بنا الراهن ذاته يوم على جيوش عربية هلأت ثلاث جيوش بالإضافة للجيش اللبناني طبعا اللي نحن نحطه عراسنا ونعتبره من الجيوش المتقدمة والمحترفة بالمنطقة العنوان الثالث والأبرز هو شخصية المنطقة يعني المكونات الأقليات والمكونات إسرائيل من 48 لليوم كان فيه 25% مسيحيين هجرت المسيحيين صار فيه أقل من 2% العراق والسوريا فيه نازف مسيحي بعد فيه لبنان نحن يمكن اقتربنا من ذكر الإمام موسى الصدر الإمام موسى الصدر بيقول أن الوحدة الوطنية الإسلامية المسيحية هي وجه من وجوه الحرب مع إسرائيل أي أن الهوية اللبنانية بجناحيها المسلم والمسيحي المتعاشي المتحد هي وجه من وجوه الحرب مع إسرائيل أيضا هذا يصح على سوريا ويصح على العراق لأن إسرائيل بدأت تلغي الهويات الوطنية تبعنا استعتبر أنه اليوم هذا اللقاء بهدفه أن يضع خطة مستقبلية مع الكوات مش بس عنوان أنه انتخبنا العماد بيشالعون أو الضغط لانتخاب العماد بيشالعون لا فيه خطة مع عنوين مقبلة أنا بعرف أنه من طرف القوات فيه من زمان سعي يعني يكون فيه حكم حزب الله بس كمان والنخفض الأمر السنة استريد جعجع بإطلالتها الشهيرة بمجلس النواب هنا يعني قرأت فيه مقارنة ما بين الكوات وحزب الله كانت يعني تعالون أنه لابد من أن يحصل طلاقي بين هزين الحزبين يعني هلأ الطلاق اللي صار بين نائبين يعني ما تبعت ظروفه أنا لتقى النائب علي فياض مع نائب شانت جانجان هلأ أدي بده يترتب عليه على المدى القريب ما بعرف فسعى المدى المتوسط والبعيد هو عم يعني زياد الرحباني بالنسبة لبكرة بلأ نزل السرور اللي بدون يعملوا السورة بلبنان هن فهد وعباس فهد ماروني من الشمال وعباس من الجنوب يعني عمليا هؤوا مكونان إذا تقاربوا بيكون لمصلحة البلد طب بس ما هنه كمان ملكاء اليوم إذا متفقين على الأساس اللي هو العماد مشالعون رئيس أنه فليكن التقارب يجب يكون مع المن يرفض أن يكون العماد مشالعون رئيسا ما هو كمان هون في نقطة بدي أسألك يا أنه أيضا علاقة القوات اللبنانية بتيار المستقبل سابقا كانت تحول دون أنه يتصير هالتقارب بهذا الشكل ليه يعني كان فيه اعتبارات الحليف مثل ما كان حزب الله يعمل أنه حزب الله والمستقبل يتحاوروا على القوات والحزب يتحاوروا مش يتحاوروا يعني مثل ما حزب الله بيعمل براعي ظروف وحيسيات حليف العماد مشالعون كان قبل تفاهم معراب كمان قبل ما يرشح الرئيس الحريري الوزير الفرنجية كان الدكتور جعجع يراعي ولكن يبدو بعد ما تم ترشيح الوزير الفرنجية وانخلطت الأوراق وبعد المشهد الإقليمي اللي عم بيتطور يعني باتجاهات محددة كل الأطراف عم ترجع تنظر للداخل الآن وعم تنظر إلى ما هي احتمالات المرحلة المقبلة من خلال يعني احتمالات المرحلة المقبلة على قاعدة بأن حزب الله هو الذي سيستلم إدارة البلاد مثل ما عامين قال حزب الله سيكون يعني عامين قال بمحال منه بإطار أنه من هو مؤيد لحزب الله فهو مرتاح لذلك ومن هو ضد حزب الله عم بيقول أنه رحي بيصير البلد يعني أنا بنصح أي حدا ضد حزب الله فيكون ضده بالسياسة ومنه متفاهم مع الحزب بطريقة أداءه بالداخل حزب الله بيتفهمها ما عنده مشكلة بس ما يكون ضد المقاومة بمعنى المقاومة أما حزب الله بالداخل هو فريق سياسي وازن وفاعل ولديه قدرات ولكن قدراته ليست مطلقة يعني قدرات حزب الله إلى حدود يعني فورا فيهم يرسموه لحدود فيهم يرسموه لحدود مذهبية وفيهم يرسموه لحدود سياسية فلذلك دائما حزب الله محتاج يحكي مع الآخرين بس حزب الله يريد فعلا يعني أن يتولى الإدارة في بلد هل قد إدارته يعني مبتلية مش مبين ميرح أهل بتلينا سيد حسن فضل الله بي بي تياني مستقبل بس يعني الدولة كلها بلوية اذا بد أو السلطة بالآخر الموجودة حزب الله عنده سعي الآن أنه يحط إيده على السلطة بدليل نانسي يعني أكبر حزب بلبنان وعم يخوض معارك إقليمية وغيرة 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 مثل بوزيران بالحكومة وزير الزراعة ووزير الإصلاح الإداري تنمية الإدارية تنمية الإدارية يعني أبدا حضوره بالحكومة ما بيعكس وزنه يعني وإضافة إلى ذلك نحنا منسمع ما بنى سلطة ما عم نسعلى السلطة عنا مشروع ثوري ومشروع مقاومة على المدى الطويل هلأ ولكن أحيانا الظروف تفرض نفسها على المرء يعني حزب الله مثلا أنا من يومين كنت بأحدى قرى الجنوب عم بعمل ندوة والناس بعد ما خلصت اللقاء السياسي وعم يسألوني ما حدا سألني ولا سؤال سياسي عم يسألوني عن الليطاني وعن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعن الوضع المعيشي وعن فأحيانا بده يضطر حزب الله يلبي طموحات شارعه وناسه لأن الصرخة بتطلع مجدرة يعني اليوم الشباب اللي هو الجيل اللي وعي على فكرة يعني وادي الحجار وكيف ألحق الهزيمة بالدبابات الإسرائيلية بعدين 2006 إذا بده يطلع يشوف اليوم بيلاقي في مجدرة بيئية بحق هذا الوادي ولازم تقعف فورا في شيء بتاح بعضا على الذاكرة أقله يعني يعني مع وضوع الليطاني دازم نرفع الصوت بشكل كبير مخيف ومعيد ورفع الصوت بده محاسبة ومحاسبة طبعا من دون محاسبة مين أعطى الترخيص ومين سهل ومن طواطئ أو يعني كله بده يكون نول الأسات من كل بد رح تابع معك أستاذ غسان لكن سنعود إلى زميلي شادي خليفة ومختاره لنا من فقرات الصحف إليك شادي شكرا نانسي الجولة على الصحف ستكون منوعة من ناحية المقالات من صحف محلية وعربية وأجنبية والبداية ستكون من اللعنة التي تضمنها خطاب الوزير جبران باسيل والتي أثارت ضجة كبيرة وجدلا كبير وكتب عنها الوزير سجعان أزي في صحيفة الجمهورية اليوم اللعنة كلمة غير ميثقية هو ملعون أي عليه لعنة الله هذا هو تحديد الكلمة في القواميس هل كان يدرك كاتب اللعنات معنى هذه الكلمة قبل أن يورط بها جبران باسيل ابن البيت المسيحي ورئيس الطيار الوطني الحر أني واثق من أن الزميلي ما كان ليتفوه باستلسلة اللعنات لو فقها معناها وأبعادها لأنه وأيا يكن موقفها السياسي فهو مسيحي مؤمن اللعنة ملعونة في المبادئ الأخلاقية والأداب السياسية وفي التعليم الدينية ولسيما في المسيحية والإسلام فالمسيح أزال اللعنة عن كل البشر بالفداء في العهد الجديد فرفعها عننا كما محى الخطيئة الأصلية وما عدا لعنة شجرة التين غير المثمرة وليس كل أشجار التين لم ترد هذه الكلمة لا في الإنجيل ولا في أعمال الرسل والكنيسة التي استبعدت الحرم من تقاليدها وهو أدنى درجة من اللعنة حرمت اللعنة بين الإنسان وأخيه أكان الآخر قريبا أم عدوا ولا يعتبر الإسلام اللعنة من صفات المسلمين لذلك حذر منه سواء كان موجها بحق مسلم حيا أم ميتا أو بحق كافر حيا أو بحق أي شخص أو داب وحده الدين اليهودي لا يزال يتساهل مع مفهوم اللعنة لأنها وردت تكرارا في التلمود والتورات واضح أن من كتب خطاب اللعنات ما كان يعرف هذه المعطيات المثاقية عن كلمة اللعنة إلا إذا تقصد طوريت الوزير أتابع وأصل إلى صحيفة النهار هو أيضا عن موضوع اللعنة وكتبت في افتتاحية النهار نيلة تويني بلد ملعون بحفنة من المسؤولين قالها رئيس الطيار الوطني الحرق الوزير جبران باسيل ملعون كل من يحاول اقتلاعنا من مجلس الوزراء بعقد جلسة غير ميثاقية وملعون منه كل من يحاول اقتلاعنا من رئاسة الجمهورية للإتيان برئيس غير ميثاقي الملعون صار لبنان معهم وبهم لأن اللعنة الحقية يجب أن تحل على أولئك الحكام الذين لا يستخدمون وكالتهم عن الشعب بوجه حق ولا يسعون للخدمة العامة أليس ملعون من يعطل انتخاب رئيس للبلاد أليس ملعون من يعطل مجلس النواب الحكومة كأدتين للخدمة العامة أليس ملعون من يشرع لبنان وحده وحدوده لأمام الغرباء أليس ملعون من يورطنا في حروب الآخرين أليس ملعون من يتسبب بانتشار النفايات في الشوارع ملحقا الأذى والضرر الفادح في مجموع المواطنين من دون تمييز أليس ملعون من يتسبب بتلويث المياه الجوفية طرة من نفايات السمة وطورا بالكسرات والمطامر وغيرها أليس ملعون من يستبيح الأملاك العامة ويشجع الفساد والإفساد لقد ابتلي لبنان بمجموعة من أهل الحكم من بقايا الميليشيات الذين لا يقيمون اعتبارا لمفهوم المؤسسات والدولة بل جل ما يطلبونه هو تشريع ممارساتهم الميليشيوية في الإطار الرسمي وأصلوا إلى صحيفة الأخبار ونشرت اليوم صحيفة الأخبار هل يصعد بري ضد عون وجعجع يتلاعب بعواطف العونيين وفي التفاصيل ذكرت مصادر سياسية واسعة الاطلاع للأخبار أن الرئيس نبيه بري ينوي زيادة منسوب التصعيد ضد الطيار الوطني الحر في خطابه الذي سيلقيه بذكرى تغييب السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافة عباس بدر الدين بعد غد ولفتت المصادر إلى أن بري لا يزال مقتنعا بأن السعودية لن تقدم تنازلا يدفع الرئيس سعد الحريري إلى القبول بانتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية وبالتالي فأن رئيس المجلس لا يرى نفسه ملزما بتقديم أي تنازل لعون ومن ناحية أخرى وجد سمير جعجع في الرابي بنية تحتية جاهزة تنتظره فبات بإمكانه الانتقال بسرعة من المرحلة الأولى المرتبطة بكسب ثقة العونيين إلى المرحلة الثانية المتعلقة بتحريضهم على حزب الله جعجع همه زرع الشك برؤوس العونيين مستفيدا من غياب التوضيح العوني الرسمي وتناغم جزء من المحيطين بالجنرال معه وهو انتقل إلى مرحلة متقدمة من محاولات زرع الشقاق بين الحزب والطيار عبر استغلال التباين بينهما بشأن التمديد لقائد الجيش محردا العونيين على حزب الله أكثر فأكثر وإلى صحيفة السفير وما كتبه اليوم طلال سلمان في الافتتاحية الفراغ يحكم دولة الطوائف البلدولة يعيش لبنان حالة من الفراغ المدوي في مواقع القرار بينما المنطقة جميعا تعيش مخاطر غير مسبوقة تتهدد شعوبها في وحدتها ودولها في وجودها ذاته والمنطقة بفتنة عظمى تمتد من أدناها إلى أقصاها في حين يعيش العدو الإسرائيلي أبهج أيامه ويتلقى الجوائز والهدايا الثمينة التي تطمئنه على رسوخ دولته ولأن النظام طوائفي وثم تطائف ممتازة وطوائف أخرى عادية فأن أي تفكير في تبديل أو تعديل أليات الحكم لمنع الشلل فيه يعتبر تهديدا مصريا للطائفة الممتازة هكذا يتحول العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية ينهي الفراغ المدوي والمهين وطنيا في الموقع السيادي الأول تآمرا على الطائفة وتهديدا لوجودها ويتنصل أقطابها وأحزابها من المسئولية عن هذا الفراغ الذي يصيب الرعية في كرمتها بينما يصيب الطبق السياسي في أهليتها لأنها تتحمل المسئولية المناطبها هل من الجائز السؤال هل في لبنان شعب حقيقة شعب واحد له مصير واحد في دولة واحدة الشارع فارغ بعد محاولات جماهرية قمعت باستخدام السلاح المسموم الطائفية فإذا الحراك يحتفل بذكر انطلاقته بلا جماهير ما الحل إذن ما الحل إذن لا جواب حتى إشعار آخر فلننتظر وأمرنا لا الله وإلى الصحف العربية أصل إلى صحيفة الرياض التي نشرت استثناء لبنان من خطة توطين اللاجئين رأت أوسط حكومية لبنانية للرياض أنه لا يجب التوقف عند كل فكرة تطلقها منظمة دولية معينة أو منبر أجنبي حول موضوع اللاجئين السوريين فيأخذ وكأنه مؤامرة ويستخدم في المناكفات الداخلية لفتتان إلى أن هذه الأوراق هي للنقاش لكنها لا تلزم الدول المعنية بموضوع اللجوء وسيؤكد لبنان في المؤتمرين دوليين حول اللاجئين في العالم بنيويورك على ثوابته وهي لا للتوطين ولا لتوفير فرص عمل على حساب اللبنانيين وأوضحت أوساط دبلوماسية غربية للرياض أن أمينة عام الأمم المتحدة بانكيمون لم يقل أنه يجب توطين اللاجئين وكان واضحا أن ذلك لن يطبق عن لبنان ولفتت المصادر الدبلوماسية أنه في الوضع الراهن لا حل لمسألة اللاجئين السوريين إلا بقاءهم حيثهم صحيح أن السوريين لن يعودوا قبل حل الأزمة السورية ولكنهم في النتيجة سوف يعودون وأضافت يقوم اللبنانيون بمقارنة بين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وهذا غير جائز تم تختلاف لأن الوضع في سوريا مختلف وأختم هذه جولة على الصحف مع صحيفة The Guardian التي تحدثت عن حرية الصحافة في تركيا من سيء إلى أسوأ نشرت صحيفة The Guardian البريطانية مقالا أشرت فيه إلى أن أنقرة كثفت من حملتها على وسائل الإعلام منذ محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي وهو ما دفع ناشطون في مجال حقوق الإنسان إلى انتقاد الإجراءات الحكومية ضد الصحفيين ولفتت إلى أنه منذ الإعلان عن حالة الطوارئ في تركيا أقدمت الحكومة على إغلاق أكثر من 100 مؤسسة إعلامية من بينها 45 صحيفة و 16 قناة تليفزيونية و 23 محطة إذاعية و 12 مجلة و 29 دار نشر و 3 وكالات أخبار كما أصدرت قرارات اعتقال بحق أكثر من 100 صحفي مع هذا الخبر عن حرية الإعلام في تركيا أصل إلى ختام جولتنا على الصحف بعد هذا الفصل الإعلاني نعود إلى متابعة برنامج الحدث مشاهدين أهلا بكم ونتابع حوارنا مع رئيس تحلي الموقع بيروت بريس صحافة غسان جواد استاذ غسان بالحديث عن الحكومة والعناية يعني انتلاقا من مآل الوزير السجعان أز اليوم إلى أي مدى حزب الله كان يعني البعض يشكو بالتيار من أنه الحزب لم يأخذ الموقف اللي أخذو الوزير لهذا المشنوع أنه إذا بدوا العماد عون رئيس أقله ما بينطر لإخراجهم للتيار الوطني الحر بهذه الطريقة من الفكومة وكأن شيئا لم يكن يعني حزب الله حسب ما بعرف حسب معطياتي عنده يعني كمان يتعاطى مع الملف اللبناني من عدة زوايا فيه الزاوية المتعلقة بالعلاقات الإسلامية الإسلامية يعني السنية الشيعية واللي هي ضغطة كتير وفيه الشق المتعلق بالعلاقات مع المسيحيين باعتقد كان بفضل حزب الله عدم التصعيد بملف العسكريين والأمنيين يعني كان بفضل بدون ما يعلن آخر شيء هو مثل ما قال سمحت السيد فعلا لا يطلب من حلفائه أي شيء بيتركهن هني يشتغلوا بس إذا بيراجعوه يعني العماد عون نفسه وعم بيخضله المعرك الوزير بسيل طيب أنه أنت مرشح رئاسي بدك تعمل معركة مع سليمان فرنجي وبكتعمل معركة مع الرئيس بري وبكتعمل معركة مع الجيش ومع العماد أهواجي وبكتعمل معركة بقلب الطيار بس وما عم يعمل معركة يقول يعني تحديدا بموضوع التعيينات العسكرية أنه هو لا مشكل بشخص العماد أهواجي هو الفكرة نحيس المبدأ نفاعل عن فكرة المؤسسة أنه مجرد تمديد لقائد الجيش هذا يعني عم يأزي رتب عسكرية وعم يأزي هتكلية عسكرية إضافة أكيد لأنه فيه صراع بين يعني بمعنى تولي السلطات إذا بنا نقول مش وصل السلطات فيه صراع يعني مش مخفي بس كمان نوع بقول فكرة التمديد هي فكرة غير شرعية وغير دستورية صحيح يعني مبدئيا هو هيك بيقول هو بيطرح أنه ليس ضد الشخص وحتى العلاقات يعني عم تتطور بين العماد جون أهواجي واتطورت وكان في بعض الضباط السابقين مش عميد شامل روكوز يعني غيره كان يبعطون العماد جون أهواجي عند العماد عون يقول لهم روحوا سألوا للجنرال شو بدوا نحنا بخدمته كانوا للأسف كانوا هاضي الضباط بحسب معلوماتي يقولوا للعماد عون عم بيهاجمك عم بيسبك عم يلعبه دور سيء بعدين راقت الأمور بس اليوم إذا ما نحكي بالمطق شو المبرر على التمديد شو مبرر التمديد يعني سواء تمديد مجلس نواب أو تمديد لأي شخص بمهام وشو المبرر بلد محطوط بالفريز شخص بس أنت بتراتبية مؤسسات شو واحد بده يعطي تبرير ليقنع العالم أنه اليوم ما في غير حل بالتمديد لأي أن يكون ببساطة نحن يعني في تمديد لمختلف المؤسسات وفي تأمين استمرارية العمل الآن ما في حدا من القوى السياسية مستعد أنه يجي غامر بقائد جيش جديد بس اليوم لما طلع التقاعد العميد شامير روكوز نهار فوج المغوير لا لا فوج المجوءل اللي كان بعرسيل بعز المعركي لما طلع التقاعد أيضا الجنرال جورج نايدر نهار الفوج رأيي وموقف العماد أهواجي المعلن من التمديد قاله بالنهار لا مش العماد أهواجي هذه السلطة السياسية شو عم تعمل هذا اللي بنا نحكي هو الرجل قال بالنهار قال أنا إذا بعينه سأؤدي التحية العالم وروع البيت وإذا عمد ده دوم لأنا أهرب من مسؤوليتي القوى السياسية عم أقول ما حدا هلأ مستعد يفوت باختبار ما عم بقول إذا هذا صح أو غلط عم بقول لك شو عم بفكره بأنك ننقل نقل هالأد نوعية ضمن البلد بتعيين قائد جيش جديد بده يجي بإدارة جديدة وزهنية جديدة وأداء جديد مختلف بفضله التمديد لأنه العماد جورج وقهواج صار فيه معه خبرة وفيه تجربة ناجحة معه وفيه علاقة زهبية بين الجيش والمقاومة وبين مختلف القوى السياسية حتى عم بالعلاقة مع الطيار الوطن الحر العلاقة جيدة وعمل عبد دور كتير إيجابي بهذه العلاقة العميد كميل ظاهر اللي هو مدير المخابرات واللي طرح اسمه من قبل الطيار الوطن الحر بين أربع خمس أسواق موارنة لتولي قيادة الجيش وهذا كمان كان رسالة إيجابية للقائد نفسه لأنه التيار يعني مش معطرد على مبدأ القائد تمديد للقائد لأنه جون أهواجي شخصيا معطرد على الفكرة نحنا كنا مفضل يعني أنا برأيي وإذا فيه نصيحة من باب الصداقة للتيار أنه ما يكون هذا هو الشئ اللي بتخليكم تطلعوا من الحكومة يعني سامي جميل كان أزكى اشتغل كتائب على ملف اجتماعي عم بيمس حياة الناس بشكل مباشر وهذا بيعمله حوله ناس بينما أخواننا بالتيار ما بتعتبر فكرة الميثاقية هي اللي بتحرك الغرائز الطائفية الميثاقية يعني المسيحيين ناضجين يعني وبيعرفوا أنه يعني بلد معطوب مننا ببلد سوي وانتظام عام حتى نقعد نلعب على الغرائز يعني أنا رأيي وانا بتعرفي بحبه للعماد ميشيل عون وصديق للتيار بس الأداء اللي عمين عمل مؤخرا معارك على كل الاتجاهات طب كيف مرشح رئاسي وعم تعمل كل هالمعارك مش عم بيحكي عن الجنرال عون عم بيحكي عن المستوى اللي تحته يعني أصدق الرئيس التيار ايه الوزير بسيل أنه لعنات ومشاكل وخروج من الحكومة طب هذا لو فيه انتخاب اثنيابي وليس خلوص تعليق مشاركة لو فيه انتخابات نيابية ممكن نبرره ممكن نفكر فيه بس ما فيه انتخابات رئاسية والعماد عم مرشح رئاسي لازم تكون العلاقة مع الجيش ممتازة العلاقة مع المخابرات ممتازة طب ليش مثلا الوزير محاد مشنوق تفهمه والخوف على المثاقية ويعني هيك انكفأ عن المشاركة بالجلسة هو بادر يعني الوزير مشنوق بادر من حوالي شهران ونص بناءا لجو اذا بدك مصري صعودي واوروبة فرنسا بوقتها تزامن هالشي مع كلام الوزير جملاط عن انه فلنأتي باي رئيس راح قعد مع العماد عون وحكيه اياه حول ست سنوات بست سنوات يعني سعد الحريري ست سنوات والعماد عون ست سنوات الرئيس الحريري اخذ هالمبادرة وعمل مشاورات محلية وخارجية ورح طلب من العماد عون انه بدي ضمانات من حزب الله حزب الله اعطى سمحت السيد يعني بعد ما العماد عون طلب من الحزب انه الحزب يتقدم خطوة بهالاتجاه طلع سمحت السيد بخطاب 13-8 وقال انه اذا كان موقفنا من رئاسة الحكومة بيقدي الى التقدم بملف رئاسة الجمهورية فنحنا بنقبل ناقش انه رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مع بعضه هلأ تبين انه الرئيس حريري عنده طموحات اكبر شو بده رئاسة الجمهورية لا بده الوزارات الداخلية المالية الاشغال العامة والاتصالات الاربع وزارات بكير لا هو طرحهم سلف وطرح القانون الانتخابي اللي قدمه هو القوات انه هيدا اقصى ما هو القوات والاشتراكة انه هيدا اقصى ما يمكن ان يصل اليه وطرح ايضا انه حزب الله يحل سرايا المقاومة لما حس المستقبل بانه الحزب الله يعني بس بيمشي بمعادلة رئيس جمهورية ورئيس حكومة ومنه بوارد يناقش لا موضوع الوزارات قبل الانتخاب الرئيس وتكليف رئيس الحكومة ولا موضوع انه الانتخاب بالشكل اللي بده ياه الرئيس الحريري ولا ملف سرايا المقاومة طلع نفسه الوزير المشنوق للعب دور لمحاولة الدفع بهذا الملف الى الامام طلع نفسه نعل مبادرة عندما هجم سرايا المقاومة بعض الناس ما كانوا عارفين ليه فجأة هيك طلعوا هجم سرايا المقاومة لانه مش متابعين الاتصالات اللي عم بتصير والمطالب اللي عم تتقدم لحزب الله يعني كان من ضمن ابرز المطالب هو حل سرايا المقاومة لما اجر رد لما ما اتعطى ايجابيا حزب الله مع كل هذا الطرح حزب الله قال انا ما بقدم اكتر من هيك انتو قلتو بدكوا رئيس جمهورية مقابل رئيس تحكومة نحن موافقين انه يكون رئيس جمهورية من عندنا ورئيس الحكومة من عندكم هو الرئيس سعد الحريب من حيث المبدأ اكتر من هيك مش مستعدين ناقش الان واذا بكنت ناقشوا ناقشوا معلمة دعون بالانون الانتخاب وبالوزارات وغيرها يعني فلما عرف لما المستعبى الحس ان حزب الله لن يتقدم اكتر من ذلك اطلق النار الوزير المشنوق على سرايا المقاومة وانهارت المبادرة بطل في مبادرة الان يعني وبطل في انتخابات رئيسية ولذلك العماد عون تخذ قرار او التيار الوطن الحر تخذ قرار بالتصعيد يعني كل الجو العوني الان التيار يعني التيار اللي بعدهم بالتيار فيه كأنه كلمة تصر بالتصعيد على السعودية بالتصعيد على الرئيس الحريري وبالتصعيد السياسي من خلال الخروج من الحكومة اذا هيك الوزير المشنوق بيوقف مع التيار بهذه الحالة الوزير المشنوق هو جسر بين الرئيس الحريري جسر يعني بين الرئيس الحريري والعماد عون فيه صداءة بتربطه مع العماد عون من ايام بريز وقت النفل عماد عون وهو كمان نفيا لمدة سنتين ايام غازي كنعان فكان فيه صداءة واتصالات هلأ اكيد هو مع تيار المستقبل ولكنه لن يتوقف يعني حركته هي حركة شخصية قام بها ومبادرة شخصية بعدم دخول الى جلسة نجلس وزارة يعني ما بعرف اذا كمان عم يعطي حيسية يعني ما هو التيار غير ممسوك وغير متماسك تيار المستقبل يعني غير متماسك لانه ما فيه بنياك صلبة وعنيدة وغير ممسوك بيبين الرئيس سعد الحريري ببعض المحلات ما بيمون كتير او انه هو عم بوزع ادوار ممكن نعتبره توزيع ادوار يعني طيب بهيك حالي ليش يعني بدل ما التيار يكون هو من يكون بهذا الدور اللي هو المواجهة المباشرة مع تيار المستقبل شفنا بالامس التصريح لنائب حسن فضل الله علما انه حزب الله يعني كتير بيتفايدا ان يدخل بيعني دغري جدال مباشر او باتهمات مباشرة مع المستقبل بهالفترة ليصف بانه نحن مبتلون بحزب المستقبل او بتيار المستقبل بالسلطة بل كإسناد للحالة العونية للموقف العوني يعني هو وانا برأيي هذا هو انه لسناد يكون انه هن ما يفوتوا على الجلسة تيار الوطني الحر بتقدير طلب من حزب الله مساند سياسي بهالمرحلة وعنده جملة من الافكار من ضمن دعم الحراك الحراك المطلبي بالشارع من ضمن اثارة ملف اي حراك مطلبي حراك هيدا طبعا الشباب بدنا نحاسب مين بدوا يدعمون التيار الوطن الحر طرح على حزب الله مظبوط انه هلأ عم يفكر تيارين زال على الشارع ايه صحيح فطرح عليه دعم الحراك وطرح عليه تصعيد بالسياسي وطرح عليه تصعيد بقلب الحكومة حزب الله يعتبر ان الحكومة هيدا بعد عم تمشي امور هالناس اللي عم تمشيها بطلوع النفس بلا 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 هيدا تمشي امور الناس لا عم تمشي امور حالة ممكن بس الناس اكيد لا اذا طلق لا انه على قليل المعاشات طبعا موظفين الدولي انت عارف اذا فرطت الحكومة وبطل في مصادر يعني بطل يجينا في اشي 17 الف وزيفة شاغرة بتجينا بتجينا بس نعرف قديش عم تمشي معاشات بتجينا مساعدات وهبات وقروض وغيرها بدى مجلس وزراء في كتير مشاريع بدى مجلس وزراء مش مظبوط انه يعني اوكا هي مش منتجة الحكومة بس عدم وجودة كارثة بطل في ولا مؤسسة عم تشغل يعني وهذا مش دفاع عن الحكومة هيدا عم نقول انه حزب الله كيف عم ينظر عم يمشي بلا موازنة لا فيه يمشي بلا حكومة ازعى هالشاكل الحكومة افضل صراحة لانه تهمي يعني الله لا يردش لا هي وصنة يعني عم بتكون انه حكومة مغرق البلد بالنفيات اليوم لا كهرباء لا ماء ما فيه نور للناس وقالا فضل بشي تعرفي لا ناسي لانه الانتظام العام مضروب ما فيه بلد فيه شبه بلد يعني فيه وزير ما عنده سلطة يستقيل يعني فيه شخص ما عنده قدرة انه يقول انا ما بدي هيدا الشي هذا يعني فائد لكل شي اللي مش قادر انه عاليليك المسؤول عن نفسه ما انه مسؤول عن شي بالبلد ما فيه نحن بقى يعني فكرة انه الناس انه لا ما مفروض وهي عم ماشي لا فيه شي غلط هي معارق للبلد بشكل مهول يعني يعني هي حكومة لحد قال لحد هلأ هي منى حكومة ناجحة منى حكومة منتجة حكومة غير فعالة رئيس سلام يقول هي اسوأ حكومة واسوأ عهد يعني عن عهده عم يحكي بس كنت عم قول انه تيار الوطن الحر بعد ما فقد الأمل وشعر بانه لا جدية لا سعودية ولا حريرية بانتخاب العماد مش نعون رايح على التصعيد طلب من حزب الله رايح فعلا على التصعيد بقى أكتر ناوي يعني انه تصير تعليق مشاركة بالجرلسات تعليق المشاركة ينزل على الشارع حزب الله هنزل معه على الشارع بس كان الأفضل أفضل انه يعمل هالشي للتيار بملفات اجتماعية ومطلبية مش مسائية وغيرها يعني مش تحت عنوان انه تمديد للأمنيين والعسكريين لما انت يعني ليه بدك تستعدي مخابرات الجيش والجيش وعرفته ما عم يستعدي وهو عم يحملوا مسؤولية للحكومة موجودة يعني للحكومة محمولية للمؤسسات لا للحكومة محمولية له حق تاني شي يعني معقول وزير الدفاع بيترح ثلاث أسماء لتولي منصب مكينة اللواء محمد خير وزير الدفاع نفسه ما بيصوت لحدهم ما بدهم القوى سياسية لا بس انه ما في شي كمان يعني غريب انه انه هو اللي طرحهم ما بيصوت لهم بدنا نسأل والله ما بعرفين ما بدهم القوى السياسية ما بدها تعين هلأ ويمكن فيه قرار مين القوى السياسية ما بدها يعني واضح حزب الله حركة أمل حزب الله ما بده ولا ما بده ما بده مشكلة ما بده مشكلة حزب الاشتراكي كلهم يعني واضح انه مطمئنين للواقع الحالي وللوجود العماد أهواجي على رأس المؤسسة الآن وايضا فيه يعني شغل عم تقوم فيه الأجهزة الأمنية بالأمن ممتاز بده يعني مشكلة كارثة بالبلد فيه عنا نحنا بسموها درة التاج إذا نحنا عنا تاج ما بعرف إذا عنا تاج ولكن درة التاج الآن بلبنان هي الاستقرار إذا منشوف شو عم يصير حولنا فلازم نشكر ربنا أنه فيه عنا هالاستقرار هذا لا يعني أنه نسكت أو نبرر للحكومة وغير الحكومة سعنا نقول أنه كان مفترض ومعه حق الطيار لما بيقول أنا بدي أدعم الحراك يعني دعم الحراك في مكان ما بيلامس مشاعر كل اللبنانيين وبيلامس حاجات ومصالح كل اللبنانيين اتنين طلب يعني طرح الحزب عدة أفكار الحزب بموضوع الحكومة الحكومة مش رح ينسحب وبموضوع التمديد هو ضد عمل أزمة للقيادات العسكرية أما بموضوع الإسناد السياسي فبلش من بارح الكلام النائب حسن فضل الله برأيي هو إسناد سياسي من حزب الله لحليفه التيار الوطن الحر بمعركة بلش عم بخوضة تحت عنوين ميثاقي وغير ميثاقي طبعا نحن لا ننفي أن نحن أمام أزمة ميثاق وأمام أزمة نظام وأمام أزمة حكم والميثاق يعني لبنان هو صيغة تشاركية من الثلاثة واربعين ومن الثلاثة وعشرين هو صيغة تشاركية تتوزع الطواقف يعني تأخذ طواقف حصصة بحسب ما هو متعارف عليه المسيحيين شعري من 92 بأنهم مهمشين وبأن الكتلة المسيحية الأكبر والأفعل غير ممثلة بشكل كافي وهلأ إجت التطورات من العام 2011 لتعزز مخاوفهم ولتدفعوا للتساؤل أنه لا المسلمين إن كان سنة ولا شيعة المعام بيقبلوا بالشراك الكاملة من خلال إيصال المرشح لعماء ميشيل عون وهو الأقوى وهذا إذا ترك هذا الملف وما تعالج يعني وسأحكينا قبل شوية عن لقاء حزب الله القوات حزب الله دايما ينظر إلى الأبعيد المنطقة عم ينترح فيها طروحات تقسيمية وتفتيتية إذا ما احتضنت المسيحيين بلحظة ما وما شاء أشعرتهم بالشراكة يمكن بظرف دولة وإقليمة عم تتقصم العراق في فيدرالية بسوريا ما بعرف شو يتطلع ترجع يترتفع مستوى هذه الطروحات في لبنان فلذلك بيكوني مسبقا عاملي نوع من علاقات لطيفة مع الناس وكويسة وفاتحة صغرات لتقولي أن لبنان ما بتركب في هذه راح نتابع بعض الفاصل تركيا اليوم وتركيا بالأمس ماذا تغير مشاهدين أهلا بكم ونتابع الجزء الأخير من حوارنا مع رئيس تحرير موقع بيروت براس أسحافي غسان جواد أستاذ غسان الموضوع التركي السوري بالأمس ليفت أن يصل رئيس تركيا رجب رايب أدوغان إلى غازي عنتاب حدود التركيا السورية ولا يتطرق إلى موضوع رئيس الأسد ولا الجيش السوري ولكن نصب كل معركته على أنه كما اليوم معنونة صاحب تستفير بأنه حلب لسوريا وجرابلس ومحيطة للأتراك أنا كتبت على تويتر نهارا بداية التدخل بـ 24 أب قلت أنه هم يحتاجوننا في إنهاء حلم الكيان الكردي ونحن نحتاجهم في حلب والأرجح أنه هاي هي المعادلة اللي اشتغلوا عليها الإيراني والروسي بظل بداية انعدام القدرة على اتخاذ الأرار بالولايات المتحدة وإذا ما نبلش بالسياق أنا بتقديري أهم حدث صار بعد التدخل الروسي عكس نفسه على الملف السوري هو الانقلاب الذي جرى في تركيا والانقلاب المضاد الذي يقوده أردوغان على الانقلاب وهناك تقارير جدية بتتحدث عن أن الأوروبيين كانوا يقفون خلف الانقلاب ودوائر أمريكية محددة وأن الروس والإيرانيين قالوا لأردوغان قبل ساعة من بداية الانقلاب أنه في عندك حركة منائلات وتحركات بالجيش غريبة ربما نحن أمام انقلاب وهذا اللي أنقذوا أنه طلع من القتال وما قتل لأنه قصفوا القتال بعد ذلك هلأ أردوغان بعد هالمشهد هيدا عم يتطلع بال هلأ شو الهواجس الاستراتيجية للأوروبيين ليدعموا الانقلاب أنه أردوغان عم بيعمل أخوانة الجيش وأسلمته الجيش التركي وهذا خطر استراتيجي ماسل على الخاصرة الشرقية لأوروبا والتنين أداءوا بملف اللجوء واللاجئين هلأ استغل أردوغان الانقلاب ليعمل إجراءات عم بتغير وجه تركيا الأتاتركية التاريخي نحن عمليا رح صرنا هلأ يعني بعد شي عشر سنين بيكون صار لمائة سنة لدولة الأتاتركية اللي أعلن مصطفى كمال بالعشرينات من القرن الماضي وبالتالي نكون نحن أمامنا ولادة دولة إديولوجية جديدة بالمنطقة على غرار الجمهورية الإسلامية ولكن دولة إخوان مسلمين ليحمل إجراءات بالداخل أردوغان بده يضطر يستعين بحليف مشرقي أو شرقي لحتى يعمل هذا النوع من التوازن مع الأمريكان وهلأ الأمريكان تبهوا إلى هذه الخطوة لذلك جاء بايدن إلى أنقرة وأعطى أردوغان يعني غطاء كبير عندما قال أن الأتراك مش رح يطلعوا من سوريا إلا إذا بطل فيه داعي ليكونوا موجودين وقال نحن ضد الإنقلاب خايف أن أردوغان يرتمي كليا بأحضان روسيا وإيران هلأ بظل انعدام القدرة على اتخاذ القرار بالولايات المتحدة الآن وزهاب هذه الإدارة المستوى الإقليمي نشط تركي الروسي الإيراني وأدى إلى تفاهمات على ما يبدو بلشنا نشهد طلاقعة هلأ أدي هذه التحالق التفاهمات بدأت تتوسع لتصير نشوء نظام إقليمي جديد هذه بدأ وقت لا نعرف بس المؤكد بأنه الديل هو لا كيان كردي وحلب تعود إلى الشرعية بس تعود حلب إلى الشرعية بتنتهي المعركة بسوريا لا النظام عم بيرجع يعيد تنظيم أولوياته والروس والإيرانيين والدولة في سوريا عم بيعيدوا تنظيم أولوياتهم الأولوية الآن هي يعني إخراج المسلحين من المدن والمحافظات الأساسية وجعلهم من تشريم بالأرياف فلما بيضبط المدن هو بيصير بعدين أي معركة بالأرياف بدأ جهة دولة وإقليمية وإقفال حدود لا يمشي الحال فبهال معنى إجا التدخل التركي لأنا بعتبره احتلال يعني ما عم برره أنا شخصيا ما بتعتبر اليوم هو هذا المعطر أنا شخصيا لا اليوم انكفع المعترضون على الدور التركي اللي كان بسوريا وكانت تحميل تركيا مسؤولية مباشرة لأنه هي التي تقود هذه الحرب وغيره 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 يعني لك تورطوا الأتراك كتير بحجم يعني الآن تركي تورط كثيرا في سوريا وغرق كثيرا في الدم السوري ولكن أنا بتذكر دايما كلمة قال لي يا دبلوماسي إيراني عام 2012 بقلب السفارة السورية بدماشق قال لي كلما تورطت وغرقت تركيا في المستنقع السوري سنضطر أن نرمي لها طوق النجاة ليه؟ إذا بفكر الواحد الآن إذا بتحطي حالك بالشرق محل إيران وعم بتطلع بمنطقتنا بيطلع أمامك ثلاث نمازج للشريك السنة الإيراني بده شريك سنة بالمنطقة بيطلع أمامك ثلاث نمازج النموذج السعودي اللي هو عم بيحارب وعم بيقاتل وما عم يفتح أي كوة ليحكي هو الإيراني ما عم يقبل يحكي مع الإيراني بل على العكس باللحظة لكل العالم رايحة إيران وعم يحكي مع إيران قام السعودي عمل قطع للعلاقات دبلوماسية فعندك النموذج السعودي اللي بده يحارب وعندك النموذج الإخواني التركي وعندك مصر مصر كمان يعني وضعها الداخلي وظروفها الداخلية وحيسيتها الداخلية عم تمنع من أنها تلعب أدوار كبرى رغم الحراك اللي بتقوم فيها أحيانا فما بقى فيه قدام الإيراني إلا الشريك واقعي هو الإخوان المسلمين بتركيا الأردوغان اللي فيه بيناتهم 13-14 مليار دولار تبادل تجاري وفيه حدود طويلة وفيه تقاطعات على المسألة الكردية وغير المسألة الكردية بالحدود الجنوبية الشرقية يعني اللي تركيا والتي بتعتبر بالنسبة لإيران هي لها أبعاد حيوية كثيرة بها المعنى نحن لا شك من الآن حتى ما قبل الانتخابات الأمريكية أو حتى الانتخابات الأمريكية سنشهد كثير من التطورات الميدانية التي ستتخذ طابعة تعقيد ولكن غير معقدة بالكامل لأنه صار واضح في محاولة إيرانية روسية لاستغلال الفراغ الأمريكي لخلق وقائع على الأرض وقائع بسموها بالسياسة صلبة لحتى إذا إجاء أمريكي أي رئيس أمريكي جديد يتطلع على المشهد لاقي فيه وقائع على الأرض يقدر يتعطى مع المستجدات لا يتعطى مع الورط برأي أنا أنه رح يكمل من جرابلوس نحو منبج نحو الباب بهالمعنى بيكون عمل هالمربع لـ 70 كيلومات 24 كيلومات والدولة السورية إما ستطبق الحصار بالكامل والروس والإيرانيين حاول حلب وإما ستستعيد حلب أيضا وهوم بنكون فتنة على مشهد جديد هلأ الخوف أنه الانتهازية التركية أو الانتهازية الإخوانية أنه يجلنا إذا أردوغان بنكون بأنه بده يوصل على الباب يقوم يكمل على حلب إذا كمل على حلب صرنا مشهد تاني وصرنا مواجهة تاني وبيكونوا الروس والإيرانيين خدعوا كما خدعوا من قبل أردوغان قبل الانتخابات النيابية الماضية سأنتقل سمحنا أنتقل لزميلة ليال سعد التي تواكب جلسة لجنة المال والموازنة والبند الأساسي فيها هو بند معالجة أزمة النفايات صباح خير ليالك صباح النور ناسي صدري ليالك يعني من بعد عودة تأزمة النفايات إلى الشارع وخصوصة بالمتن وكسروان بادر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ودعا لكل المعنيين بملف النفايات للاجتماع اليوم يعني على أمل الخروج بحل جزرة حضر رئيس مجلس الإنماء والأعمار نبيل الجسر كذلك الوزير أكرم الشهيب والنائب سامي الجميل وبعض النواب المتن النائب سيمون أبي راميا إلي ماروني أقوب بقرة دونيان وغيرهم الوزير أكرم الشهيب رأى قبيل الجلسة أن هناك خطة للحكومة بالنسبة لملف النفايات وليس هناك من خيار آخر ومن لديه طرحات أخرى ضمن الإمكانيات فليطرحها أنا أبي كرة دونيان رأى أن من الصعب جدا الخروج بحل باجتماع اليوم ومن جهته ألا عون قال أننا نحن معطردون على الخطة إلا أننا نريد مخرج وسنحاول البحث عنه وسأل كيف نطالب بحل في أزمة النفايات من دون أعطاء البلديات عائدتها المالية وإن لم تحل الأزمة فنحن أمام مشكلة كبيرة يعني بطبيعة الحال ننسي نحن بانتظار الخروج بربما حلول لهذا الملف ولكن الجميع رجح عدم الخروج بأي حل جذري اليوم ونفايات مكدسة بالطرقات ومن جهة أخرى تجتمع لجنة الأعلام بحضور وزير الأعلام رمزي جريش للبحث في ملف تليفزيون لبنان هذا كل شيء حتى الساعة اللجنتان مستمرتان حتى هذه الأسناء وسنوافقكم بأي جديد بحال ورودهم شكرا ليال وطبعا سنعود إليك مع جديد أستاذ غسان أخيرا تعتبر بأنه اليوم في مشهد علاقة جديدة يعني هو إمام اختبار عملوا لجان الأتراك والإيرانيين الأتراك والإيرانيين شكلوا لجان يعني لجنة سوريا لجان على المذبح السوري يعني لجان لجان لجنة سوريا لجنة العراق لجنة اليمن ما بعرف إذا لجنة لبنان ولجنة البحرين بس يعني بتصير قيادة إقليمية لعالم عربي لجان لدراسة يعني بقلك هون شو عم ينطرح عم ينطرح أنه الإيرانيين والأتراك يقودوا العالم الإسلامي دولة شعية دولة سنية مت جانسين ومت فاهمين ويقودوا العالم الإسلامي بظل غياب عربي أنا بدي فهم السعودي شو أخد السعودي كان يضمن حصته بالعراق مثلا من خلال الدولة السورية لما كانت الدولة السورية قوية وقايمة عجرية للسنة العرب كانت عملت لهم حضن للسنة العرب العراقيين وكان ياخد السعودي حصة بالسلطة العراقية عبر السوري هلأ عمير كان مشهد بشمال السوري شو طلع له للسعودي وفيه تقارير اليوم بالصحف صهاب كاتب اليوم وانا عندي الجو من قبل من وقت اللي حاولوا يفتحوا ثغرة ان المحاصرين جوه عم يتهموا اللي حاولوا يفتحوا الثغرة من المسلحين انه تأخروا عليهم ثلاث جماع لانه هن مع الأتراك هو ديك مع السعودية يعني فيه تناقضات سعودية تركية بدأت تظهر بالشمال هيدا بيعني أنه في معركة توجيدي فهلأ إذا نحن كمشرقيين وكأولادها لبلاد من فنطلع من لاقي السراع على بلادنا ما عنا حل إلا نرجع نشتغل على أنه تقوم سوريا والعراق على إجريها ليصير فيه شريك عربي حقيقي لإيران وتركيا بإدارة المنطقة بالمرحلة المقبلة خلاص صار فيه يعني تسليم بأن السعودية غير قادرة أو مصر مصر بدأ وقت مصر لم تستقر على المدى القريب مصر أنا خايف يعني إن شاء الله لا بس خايف أنه بعد ما تنتحي الأزمة السورية ينتقل المشهد نفسه نحو مصر والشمال أفريقيا لأنه نحن شايفين أنه الإسرائيلي والأمريكي بدون هذا الطوق النظيف حول إسرائيل الطوق الخالي من أي عوامل قوة يعني نايت أمن هذا الشيء من لبنان لو يوصلوا بعدين نحن نحن نصل لنهية لقاءنا معك أستاذ غسطان جواد لا يستحلي الموقع بيروت فريس أهلا وسهلا فيك دائما الحوار معك بسرعة وبمطعة أهلا وسهلا فيك شكرا لحظة غورك مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة غدا حل أجديد من برنامج حدث حقنا على النوع شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة